بسم الله الرحمن الرحيم الآن يمكنك أن تكون أخضر يعني يميل هذا اللون إلى الحياة إلى الجمالية إلى فتشي لطيف فتشي حلو هنا عندك هذه السلة المهملات مقسمة إلى أنواع مختلفة يعني مثلا تحكي لعن المثل يعني المواد المعدنية يمكنك أن تضعها هنا أصد الفكرة مثلا فوتينز هذا أن يكون تقدر تخلي الياهل هنا عندك كل بلاستيك هنا تخلي الموجود باللون الأخضر مثلا البوتول كل الألوان لكن نوخر لي الغطاء المعدني أما الأخيرة هذه خاصة بالبيبيرز اللي هي بالبيبير الأوراق مثلا نيوز بايبر مجازين كاردبورد اللي هو الورق المقوى الباكس الصناديق يقصد بها الكارتون نو باكس بليز يعني لا تضعون الكتب فيها أما أنا هل تريد أن تحافظ على البيئة؟ هل تريد أن تحافظ على البيئة؟ هل تريد أن تحافظ على الطاقة؟ وضعنا ألفين سلة عادة تدوير حول المنينة بليز يوز رجاء استخدمه هنا اللي موجود عديب هذا الدارس طبعا هو الدرس أهم شي بي أهم شي إذا أريد أن لاحظ هذا ري زاد فارب اللي هي البادة أري لكن هنا أهم من البادة هنا أهم من القواعد هنا أهم من موضوع نفسه اللي هو اللغة الإنجليزية هنا نظافتنا هنا نظافت مدنة هنا نظافت مدينتنا هنا نظافت شارعنا إذا أنا أنا المثقف الدارس المرتب الطالب الأنيق أشمر أشمر النفايات وين ما كان لعدل لغاية الدارس يسوي فأني كطالب علي بنفسي ما أبوع للناس الآخرين لأن أنت تعرف مجتمعنا الشونة ما العلاقة بالآخرين أنا ما أذب بالورقة بالجاع أنا ما أذب بالنفايات بالجاع وين ما كان أروح أشوف المكان المخصص حتى لو مكان بعيد حتى لو الحكومة مقصرة بتوفير هذن البنز اللي هن السلات المهملات ما أجي وشمر وين ما كان أنا المثقف أنا الطالب الدارس يعني أنا يعني أنا أكون قدوة للناس أحكي عن نفسي أنا أبدي من نروحي أنا ما العلاقة بفلان وعلان أبدي من نروحي أبدي من نفسي أنا وبعدين أرجع لمن أرجع للآخرين العم نرجع لدرسنا اللي هو درس قواعدي أوكي اللي هو وي زاد فاب يعني يلا نرجع نرجع ما كان علاقة بالحكي القبل بس كانت نصيحة يعني والله يعني تقر والله أنقهر أنا على البلد أنقهر والله بلدنا يخضر والله بلد ما كم منه بالكون كله والله ما عايز كل شي بس عايز حكومه وسياسات وفشالات وترتيب العموم يلا نرجع ري ذاب ري زاد فاب هذه البادئة ري اللي احتيت لكم بداية الدرس ري زاد فاب ري زاد فاب يعني البادئة ري اللي نخليها قبل الفعل قبل ما نخليها قبل الفعل إلا خليناها قبل الفعل شنو راح يصير شوف ش راح يصير شوف ري in front of the lot of verbs في مقدمة في بداية الكثير من الأفعال it means إنها تعني to do something again إنك تفعل شيء ما مرة أخرى يعني من أخلي ري قبل الريت يعني أعد كتابت أوكي من أخلي مثلا ري سايكل أعد تدوير ري تايك يعني استعادة أخذ يعني إنك من أخلي الري قبل الفعل إنك لازم تسوي هذا الشيء مرة أخرى وإن شاء الله راح أوضحها أكثر في أمثلة فهنا هنا الشي يقول يقول يمكننا أن نعيد تدوير أجزاء من الهواتف في النقالة فهاي إعادة بعد أنا فشلت بالإمتحان لذلك يجب علي لتأخذ أعيد يعني راح أخذ مرة ثانية بسط فكرة بعد we reheated the pizza in the microwave but it wasn't very nice يعني reheated يعني شون إعادة تسخين شوف هنا الفعل هذا المفهوم البسيط والجميل اللي إنت تستفاد من عنده عدي هنا أنا علي تمرين مهم تدير بالك علي مثل ما تلاحظ بالك بصفحة 60 هذا التمرين يحتمال يجيب لك يا الأستاذ مع يعني أو أنا أربط بسنتنس هذا التمرين يعني أهم أربط الجمل من حيث المعنى يعني بسؤال في المفردات وأيضا راح اللحظ البادئة معلتنا اللي هو الري قبل الفعل يعني إذا لدينا سبعة أنواع مختلفة من الري اوكي كل فريق سجل هدف يعني سجل هدفا كل فريق سجل هدفي بصد فكرة في شبه النهائي فأش راح يسوون هو حال هدف يعني يعني عادة اللعبة بما أثنين هدف يعدون اللعبة طبعا ما عرف يعدون اللعبة إذا قرد قدم تنعاد اللعبة يلعبون أضافي بعد ينشي لعبون يلعبون جزاء المهم فهذه الفكرة أريد اللعبة اللي هي إعادة شنو إعادة اللعبة بعد I can't read your hand writing أنا لا أستطيع أن أقرأ كتابتك أو خط إهد فهنا ويامل نربطها نربطها وهي Can you rewrite إعادة كتابة شف rewrite إعادة كتابة the address more carefully هل يمكنك أن تكتب address العنوان بعناية يعني عليك خط جميل نمبر في المستشفيات في المستشفيات يرمون الكفوف أوكي كفوف أوكي يعني لا يعيدون استخدام لا يعيد استخدام مثلا كمامة كمامة الكمامة إحنا إلها استخدام واحد فإذا استخدمناها بعد we don't reuse it again يعني بعد لازم منعيد استخدام مرة أخرى فهاي reuse إعادة استخدام نمبر فوق my maple phones is dead إحنا dead يعني مو ميت التليفون يعني انتهى الشحن مالته خلص الشحن مالته إذا انتهت البطارية مات الشحن فاش راح يسوي يقل لك you probably محتملا أو لازم need it to recharge the battery إنك تعيد شحن البطارية recharge شوف charge شحن recharge إعادة شحن نمبر 5 the town was completely destroyed by the earthquake إنه المدينة دمرت بشكل كامل بواسطة the earthquake اللي هو الزلزال أو الهزة الأنبي شحن يقولون they are starting يعني هما بدأوا to rebuild it now شوف هنا عندي rebuild يعني شنو rebuild إعادة بناءها إعادة بناءها الآن هذا 5 المكتب ما لديك فوضى يعني ما مرتب أوكي ما منظم فاش راح يقولك راح يقولك you should reorganize يعني يجب عليك تعيد تنظيم يجب عليك إعادة تنظيم فهذه هي إعادة أوكي نمبر 7 وأخيرا عندك X يساوينا 4 A Y تربية ناقص تحولنا رياضيات أوكي عادي هذا يمكن لا يمكن أن يكون صحيح هذا الحل فما يمكن صحيح فاش راح نسوي شي يقول let's redo the question from the start تخلينا نعيد حل السؤال مرة أخرى فأنت وصاحبك من تجو ونتردون تحلو المسألة يعني أنا دائما متنطالب أو أنتو حاليا تقل أوقفهم خنشوفهم منين خنشوف قطوات الحل من البداية خنحله من البداية لذلك نكتشف الميستيك أو الخطأ اللي وقعنا فيه اللي هو عندي redo يعني أعادة حل هذا بالنسبة المين بالنسبة إلى سؤالات مرين C أما ب فهذا ما يجي لكن هو موجود بنفس الصفحة 60 عدي Apple phones وكمبيوتر وكلوز والبايريز 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 هذا أن يكون عزيز الطالب We can recycle them أو We can recycle them يمكننا أن نعيد تدويرهم يعني عادة تدوير أوكي حتى نصنع شي جديد ناخذ هذا شي يسمع نعيد تدويره بالمصانم فلحد لهنا انتهى درسنا اللي هو الدرس الخامس انتظرونا إن شاء الله في سؤال في إنشاء الوحدة الثاثة اللي هو الدرس القادم